من الأشجار الجميلة التي ممكن أن تتحمل أجواءنا في الخليج وهذه الشجرة لها أزهار بيضاء جميلة لها رائحة عطرية ميزة هذه الأشجار أن جذورها غير قوية لا خوف منها في البيوت وعلى الجدران أو على الخزانات هذه الشجرة رائعة وتعطي الجو من البهجة والجمال في الحديقة هذه الشجرة هي شجرة اليسمين الهندي أو الفتنة أو بلوميريا سبق أن تكلمتها على عناية فيها أو تربيتها في فيديو سابق لكن الآن أتكلم عن نقطة مهمة في ناحية تعقيل هذه الشجرة كثير يتساءلون من عدم نجاح تعقيل اليسمين الهندي على الرغم أنه من أسهل النباتات أو الأشجار تعقيل هذه الشجرة يكون بطريقة سهلة إذا اتبعنا هذه الخطوات لأن عادة بعض الناس يأخذ فرع من الشجرة ثم يزرعهم بشرة وهذا سبب عفن في العقل الأفضل أن نقص فرع من الأشجار ونتركه يومين يجف جفاف العقلة من مكان الجرح يؤدي إلى ارتفاع نسبة نجاح التعقي إذن بداية نقص فرع بمقص يكون نظيف معقم عادة أنا أعقم بصبار ألولوفيرا وأنا نتخلص من جميع الأوراق ممكن نترك ورقتين أو نتخلص من جميع الأوراق وهذه عقلة أخرى جهزناها تخلصنا من جميع الأوراق يجب أن نعقم مكان القطع بصبار ألولوفيرا حتى لا تتأثر الشجرة وتصاب بأمراض والآن سأقول لكم سر نجاح تعقيل اليسمين الهندي هو ترك العقل يومين حتى تجف تماما يجب أن تجف منطقة القطع تماما وتركها يومين يكفي بعد مرور يومين أو ثلاثة نغرس العقلة في التربة والتربة يجب أن تحتوي على نسبة من الرمل أي نصف بتموس ونصف رمل وقليل من البرلايت وممكن التعقيل بدون هرمون تجذير وبدون غطاء بلاستك تعقيل اليسمين الهندي جدا سهل المهم أن يكون في شهر ثلاثة أو أربع ميلاد ممكن نستخدم هرمون التجذير أو خليط القرفة مع الأسل أو حتى بدون ونغرسها في تربة مثل هذه ونحافظ على التربة باستمرار رطبة ويكون المكان ضليل وفي النهاية بإذن الله مع الوقت ستضع جربوا هذه الطريقة وبإذن الله سوف تنجحوا ترجمة نانسي قنقر